اللي راحوا في مواجهات غادرة كله كان بعيد مع تكبيرات صلاة العيد كان يتم اغتيال أطهر وأشرف من في هذا الوطن جنودنا يعني في اللحظة اللي هم بيأمنوا بيها الوطن عشان الناس يصلي وهي أمينة عشان الناس تدرع إلى الله وهي مطمئنة تلقى حدفها ولكنهم يعني في يوم طاهر جميل نتمناه لأنفسنا يعني بقدر الألم اللي بيعتصرنا بقدر الغير على أن نحن مكناش معهم فربنا يرحم جنودنا ويحمي بلدنا ويقدرنا على هذا العنت الذي تلقاه مصر في مواجهة الإرهاب دون أن يلقى دعم حقيقي من أدعياء محاربة الإرهاب ألف رحمه نور على أرواح الشهداء وزي ما قال لكم اللي سيد شريف فهد الأهلي كان من البداية خالص أوقف كل أشكال للاحتفال بعيد الفطر وكل الحفلات الغنائية تم إلغاءها مشاطرة ومشاركة في هذا الحدث اللي آلم كل الناس فيه ترجمة نانسي قنقر